بالمشاركة بهذا الحضور المشرف بهذا الحضور الميمون بقدوم سيد معالي الشيخ سلطان بن حمد بن محمد آل هيان يحفظه الله ويرعى من كل سوء ومكرود داعما لكافة شبابنا لشبابنا المضمرين داعمهم المحللين الاعلاميين بصفة عامة اللي يركبون على الاصائل والاتحاد اتحاد الوثبة على قدم وساقة يقف دائما لنجاح رياضتنا العربية الاصيلة والشكر الجزيل لسعادة عبدالله بن مبارك المحيري ولكافة اخواني بالامانة في نادي اتحاد الوثبة وفي قناة ياس الذين يقفون على قدم وساقة مقدمة الشوط المركز الاول من يأتي على الصدارة عاد الحين بيتفهم مع الركابة هذول بيتفهم مع اخواني اللي ركبين على الاصائل المقدمة من يأتي مع مقدمة الشوط ومحتلل للمركز الاول يأتي هنا مغرد مع المركز الاول لسعيد بن مطر بن عبدالله الفلاسي 11 عام واربعة شهور ما شاء الله عليه العمر كله الله يحفظه الله يحفظه ويحفظه اخواني اللي ركبين على الاصائل اللي على الاصائل ما شاء الله اجراءات السلامة من خلال الخودة من خلال الواقي التزام كبير من شبابنا والركوب ما شاء الله ما شاء الله لثابته يا سلام بينما المركز الثاني انطفي مع المركز الثاني وعليب السلطان ابن عبيد الاكتبي يقدم لنا انطفيه 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 واحدة من الاسماء الكبيرة واحدة من الاسماء الخطيرة التي لا تمر مرورا عادي لا تمر الا مرور الكرام الابطال لانها رافقت الرئاسة كثيرا ولكن ولكن الصبي هذا مشاغب 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 اللي يحمل رقم اثنين بدأ بحركاته بدأ بحركاته بنطويلب بنطويلب يحمل الرقم اثنين يحمل الرقم اثنين مسيطر مع المركز الاول مع شواهين سالب السعيد بنطويلب المنصوري 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 حصل على المركز الاول في ختامي الوثبة لابناء القبائل ويأتي في ختامي الوثبة يأتي في ختامي الوثبة لاشواط التراث درح بالانتظار يا بنطويلب يا بنطويلب انت مطالب انت مطالب وانت مطلوب مطالب ومطلوب يا مالك شواهين المركز الثاني المركز الثاني يأتي مع المركز الثاني هنا مغرد مغرد يغرد وحيدا مغرد وحيدا مغرد وحيدا سعيد بن مطر بن عبدالله الفلاسي روح يا الفلاسي روح روح يا مالك مغرد ويا المنصوري يا ولد يا بنطويلب ثنتين تحت ثنتين تحت وروح روح للدرح روح روح للدرح روح يا مالك مغرد دير بالك دير بالك دير بالك يا الفلاسي وصلك مع المركز الثاني مالك شاشواهين سالب السعيد بنطويلب المنصوري ولكن الفلاسي 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 روح الى الناموس روح الى الانتصار روح الى الانتصار يا سلام يا الفلاسي خلاص يا الفلاسي خلاص اخر الامتار اخر الامتار اخر الامتار السلام وين الى الى الحباب الى الحباب وين المنطقة الثانية وين المنطقة الثانية إلى الرفيعة إلى الرفيعة هذه النقطة الثانية النقطة الثانية خلاص يا الفلاسي خلاص يا الفلاسي خلاص خلاص صيح بالك ريح بالك خلاص جماحيرك يطالبونك بالتحية 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 يا الله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ضمن الفوز وعقب أعطانا التحية ما ينضحك عليه ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله عليه متقذب متقذب مجود عمره لين مقطع الخطة وعقب الخط قال عاد هذه التحية انه وصلت وانطحت اسمي خذية الدرع وخذية الناموس لكن ما يطيح ما شاء الله عليه دانبوه واخوانه وبحضور سيدي معالج شيخ سلطان بن حمدان الله يحفظه تحانينا لمالكي مغرد سعيد بن مطر بن عبدالله الفلاسي المركز الثاني شواحين سالب سعيد بن طويل بن منصوري المركز الثالث المركز الثالث يحمل الرقم ثمنطعش مياس مع المركز الثالث سعيد بن 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 سعيد يصل في المركز الخامس هتاشة لعلي بن معجب بن علي الكربي يا سلام يا سلام يا الكربي وهنا التوقيت الزمني اربع دقائق واربع واربعين ثانية وست اجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لصاحب المركز الاول وخاطف الناموس الاول وخاطف الدرع وحاضيا على الجوائز التي قدمت في هذا اليوم مئة الف درحم مغرد ملك سعيد بن مطر بن عبدالله الفلاسي بينما المركز الثاني نعم السلام راح للهباب المركز الثاني اربع دقائق وسبعة واربعين بدون اجزاء من الثانية وصل مع المركز الثانية وصلت شوهين والراكب هو سالب السعيد بن طويل بالمنصوري المركز الثالث اربع دقائق ثمانية واربعين وثلاث اجزاء من الثانية في المركز الثالث كان الوصول من المركز الثالث مياس لسعيد بن سهيل بالاسود